أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني اليوم في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلال مدهمة بيت لحم في الضفة الغربية وذكرت الوزارة أن شابا قتل جراء إصابة بعيار النارين في الصدر فيما أصيب ستة آخرون برصاص الحي ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصفت حالة بالمستقرة وبحسب مصادر محلية في نقوات من الجيش دهمت مخيمة دهيشة للاجئين جنوب بيت لحم واقتحمت عدة منازل وعلى إثر ذلك اندلعت مواجهات أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت